ترجمة نانسي قنقر 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 الالتفاف الشعبي وإن كان خالصا ونابعا من المحبة إلا أنه أيضا بني على قناعة راسخة بأن ميثاق العمل الوطني بفصوله وبنوره كان جامعا للثوابت والتحديات والطموحات من خلال سبعة فصول ارتبط كل منها بجانب محدد لكن الجوانب اتفقت في جوهرها أنها من الوطني ومن أجل الوطني ومستقبله الميثاق لم يكن جهدا فرديا بل كانت ترجمة لثقة جلالة الملك المعظم بقدرة أبناء البحرين في صياغته لذلك شكلت لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي أعطيت جميع الصلاحيات لإعداد المسودة بكل حرية حيث ضمت اللجنة كافة فئات المجتمع البحريني من خيرة أبناء الوطن وهذا يؤكد رغبة القيادة الحكيمة في أن يصوق الشعب البحريني مستقبله بيده ودليل صادق على إيمان جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بضرورة المشاركة الشعبية وهذه يدي ممجودة إلى كل بحريني وبحرينية كما امتدت في بيعة العهد وكما ستمتج في بيعة التجديد هذا التجديد والتحديث الوطني الشامل الذي ستتميز به أجمل أيام من المقبلة بإذن الله أحمد الله أني أتاح لي هذه الفرصة لأقول للميثاق نعم وألف نعم وذلك استنادا وثقة بقيادتنا الحكيمة مشاركة المرأة في الاستفتاء على الميثاق كون مكسب عظيم للمرأة البحرينية أعز الله خير مقصر يعني بسلمون أعز الله مقامه يعني خلونا في فرحة أن أرفع إلى مقامكم السامي نتيجة الاستفتاء التي بلقت 98.4% وسوف يبقى هذا اليوم يوم الاستفتاء على الميثاق يوما خالدا في ذاكرتنا الوطنية نتذكره باعتزاز كل عام وبعد التصويت على الميثاق أصدر جلالة الملك المعظم مرسوما بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني بهدف مراجعة جميع القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة لتنفيذ مبادئ الميثاق هذه اللجنة ترأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونتاجا لهذه اللجنة ومخرجاتها تم تقنين بنود الميثاق في الدستور المعدل لمملكة البحرين في عام 2002 وها نحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى والطموح الذي لا زال مستمرا للسعي إلى الأفضل من أجل البحرين ولا ننسى أن رحلة البناء والتحديث مستمرة وكل شخص من موقعه يشكل ركنا من أركان التحديث والتطوير بالعمل الطموح الذي يراه جلالة الملك المعظم سمة في أبناء البحرين الأوفياء ترجمة نانسي قنقر